هل يا اصدقاي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا اصدقاي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا اصدقاي واخيرا رح اخبركم على تسريبات التحديث الجديد واللي اعتقد عرفتوا ايش هو لانه بكعكسي شاركتنا اكثر من تسريب اليوم يا اصدقاي جمعت لكم كل المعلومات والاخبار عن التحديث القادم وكمان يا اصدقاي جبت لكم موعد نزول التحديث طبعا في هذا الفيديو يا اصدقاي رح اخبركم متى ينزل التحديث تباع السنافر طبعا ايوة يا اصدقاي اللي ما يعرفون التحديث القادم وهو تحديث السنافر يز هذول الشخصيات اللطيفين للصغار الكارتوني اللي كنا حرفيا شاهدناه وقت ما كنا صغار طبعا يا اصدقاي بكعكسي سوت تعاون مع هالشركة المهم يا اصدقاي طبعا بالفيديو هذا رح نتعرف على كل التفاصيل تمام المهم قبل انبلش شاهد هذا الفيديو بالكامل وكما لا تنسى دعموه بكثير لايكات اذنشاركم بالقناة وتفعلون زر الجرس وبس هلق تعالوا نبلش الفيديو تبعنا فلتس جو طبعا اول شي اكيد شايفين من صوتي انه انا جدا متحمس عشان اشارككم كل هاي الاخبار لانه تحديث فكرته جدا حلوة وكما رح اوريكم يصقاي بعض الاشياء من التحديث واخر شي في هذا الفيديو رح انقلد بعض من شخصيات السنافر في بيك اكسي قبل لا تنزل المهم يا سقاي اول شي يس هالخبر رسمي يعني تأكدوا يس يعني هو رسمي من بيك اكسي نفسها ونفسها شاركتنا اكثر من تسريب وقبل شوي شاركت كمان تسريب اخر طبعا انتو كلاعبين اكيد تريدون تشوفون كل هاي التسريبات فتعالوا بالاول لنشوفها يا سقاي تمام فهي لسا 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 بيك اكسي رح تشاركنا التسريبات بالاميلات حقتها حاليا شاركتنا فقط الصور على العموم يا سقاي هذه الصورة الاولى اللي بيك اكسي شاركتنا اياها واللي انتشرت كثير لانه هاي هي بداية اول اول ما بلش تسالفة صح فطبعا يا سقاي في هاي الصورة عم نشوف شكلي البيت القادم في بيك اكسي او ماي جاد هذه يا سقاي هو بيت سنة في ريس فطبعا يا سقاي بالكارتون اتذكر كل سنفور كان عنده بيت صح وطبعا هم كانوا انواع كان عندهم ابوهم وامهم وهيك شخصيات فعلى العموم يا سقاي نفس ما تشوفون او ماي جاد طبعا البيت جدا واقعي نفس الكارتون او الفيلم فشي جدا جميل ايش رأيكم يا سقاي بالبيت طبعا منشوف انه دريد باي جدا مصدوم وقوصيب جول قاعدة تتركض عشان تصبر لنك العادة الصور وهي الاشياء طبعا ضرورة لحق هي صح فعلى العموم تعالوا حاليا نشوف الصورة الثانية واللي اعتقد اغلبيتكم او كلكم ما شفتوها لانه بس قبل شوي بيكاكسي او روكسي شاركتنا اياها بالديسكورد ولسه ما انتشرت هاي الصورة لانه اعتقد ما في يوتيبرز كثير صوروا عن هذا الخبر الحدثة فتعالوا يا سقاي نشوف الصورة وشكلها وشنو محتواها او شنو موضوحها طبعا نفس ما تشوفون يا سقاي او ماي جاد طبعا اول ما تشوفون الصورة رح تبين لكم هيك عادية مجرد غوسب جول قاعدة على الكمبيوتر حقها وقاعدة تسوي لنا ايميلات وتسريبات وكذا عم تكتب لنا الايميلات الجديدة صح؟ ولكن يا سقاي اللي عم يتضح انه هذه الصورة ملتقطة من داخل البيت الجديد تمام؟ طبعا هذا مجرد توقع ولكن اللي انا بتأكد منه وهو شوفولي الاستجادة الموجودة في غرفة Gossip Girl ايوه 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 هذه السجادة جديدة وهي حق السنافر نفس ما تشوفون واو 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 طبعا يا زقاي كمان الكرسي تبع Gossip Girl فيه اشياء جديدة اللي عم تتضح انه تبع السنافر ايوه انا بالبداية قبل ادقق واكبر الصورة فكرت ان هاي حق هلو كيتي نفسه فهو فيه تغييرات طبعا هاي مجرد تلميحات حاليا انه Gossip Girl نفسها عم تسوينا حماس وكذا المهم حاليا شاركتكم كل الصور وكل الاشياء اللي نفسها شاركتنا اياها بالديسكورد ومواقع تواصل اجتماعي وهاي الصور اللي سوت ضجة حاليا طبعا طبعا حاليا من بعد ما عرفنا انه الخبر مؤكد ورسمي تعالوا اقول لكم موعد نزول التحديث طبعا يا سقاي ركزوا معاي ركزوا معاي عشان رح نعرف حاليا متى رح ينزل التحديث بالضبط طبعا يا سقاي اللي لازم تعرفون انه هالتحديث رح يخلص تقريبا يوم تلتاش اربعتاش اربعتاش خمستاش او شي زي كده تمام يعني 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 يوم اثنين الجاي رح تبعث لنا بيكاكسي ايميل عن التحديث تمام فاليوم مثلا هو الخميس تمام الخميس واليوم يا سقاي هو تمانية فبراير تمام والاثنين رح تكون هي اتناشر فبراير تمام الاثنين وطبعا يا سقاي انا قلت لكم رح ينزل تقريبا بيوم خمستاش وهذا الشي انا جبته من جوجل او متجر بلاي نفسه لانه موجود المناسبة والتحديث بالموعد وما تيخلص تمام يقولون انه رح يخلص يوم خمستاش والاحلة والصدفة انه يوم خمستاش بيصادف الخميس واللي بيكاكسي بتنزل فيه التحديثات يعني يا سقاي التحديث رح ينزل الاسبوع الجاي تمام فحاليا نحن على وشك انه يخلص هذا التحديث تحديث الفالنتين او عيد الحب تمام طبعا بالاختصار باختصار الشديد التحديث رح ينزل الخميس او الجمعة الجاية تمام فطبعا يا سقاي طبعا يا سقاي طبعا يا سقاي الايميل رح يوصل بيوم الاثنين والايميل اللي رح يكون عن التحديث والصور عن التحديث والشخصيات اللي رح تنزل كمان تمام والخميس الجمعة هيك رح ينزل التحديث فهذا هو الموعد الرسمي والمؤكد والمتوقع اصلا والمنطقي أصلا تعالوا حاليا يا سقين سوي الشخصيات فطبعا أنا في هذا الفيديو رايد أسوي معاكم شخصية أبوهم يس أبوهم أبو السنافر فتعال أول شي ندخل هنا فأبو السنافر أوكي لحظة ما كان عنده شعر صح وطبعا يا سقين الوجه حقه هم هو يعني عنده زي هيك لحية بابا نويل فشينو نسوي وين نجيبها اللحية هلق هم أوكي طبعا تعالوا نشوف واحدة تكون مناسبة أكثر فهو عجوز عجوز واضح تمام نحط له هيك لحية أو شي زي كذا لا 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 هو ختيار فلما أقولكم ختيار أقصد هاي هاي أو هاي هاي الملامح يعني فأحط له يعني هيك ملامح يعني شوفوا هذا هذا مناسب فلاحظوا نشوف لو في واحد عنده لا حية وشي زي كذا بس اللي عم يتضح لحد هاللق مافي فتمام خلنا نكتفي بهذا الوجه المناسب وطبعا كل السنافر يسقي عندهم نفس اللون تبع البشرة وهو هالأزرق الغامق تمام وطبعا يسقي رح نشيل هاي وطبعا يسقي تقريبا كله عندهم مشية تبع الأقزم وكذا فهاي نفس ما يشوفون وطبعا حاليا بحط قبل بلوزة كانت زرقة فهذا الشي اللي اذكره كانت زرقة طبعا وينها 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 اعتقد فتتها اريد احاط له هذهك تبع الاشرار وكذا اللي نزلت في تحديث مونسور لي فلحظة لحظة وينها واخيرا لقيتها يا سقينة ما تشفون هي هايا طبعا بالنسبة للسروال كان ابيض كان ابيض ولا احمر اعتقد ابيض ابيض يس 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 ابيض فتعالوا نشوف اخر شي وهو هذا فبالنسبة للحذاء او نسوي القبع اول شي طبعا هي كانت حامرة فنحط لها لا مو مناسب هاذي صار ببانويل مش سنافر هاي هاي حلوة فشنو نحط بعد يلا نحط لنا الشي اسمه هاذا الحذاء ام حط هذا اوكي هذا حلو هذا حلو تمام السقال حقيبة ايش كان نحط اي حقيبة بلشت انسى لان اصلا مار فطرة ما تبعت ولا شفت هذا الكارتون طبعا الحقيبة تقريبا كلهم بيحطون نفس هاي شفتوها فشوفوا هذا هو ابوهم يا سقى ناس ما تشوفون طبعا اعرف انو رح تقولولي في فرق وهو اللحية طبعا اللحية تبع بابانويل موجودة في بيكاكسي لهذا اكتفيت فقط بهذا الفيس وهذا الوجه حرفيا ياسقى ايش رأيكم فيها واو حتى جدا زادته خصوصا لون البشرة الحسن حظين موجود في بيكاكسي وبس يا سقى تقريبا هو هذا الفيديو اليوم كل الاشياء اللي وعدتكم رح تصير في هذا الفيديو صارت وقلت لكم الموعد وشفنا التسريبات وكمان عملنا الشخصيات فبس هذا هو الفيديو اليوم لو صارت اي اخبار جديدة وتسريبات ثانية احسوي لكم فيديوهات ثانية اكيد هذا الشي ولا تنسوا كمان تدعم هذا الفيديو بكتر لايكات وبس مع السلامة باي باي السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة